وفي ملف الأمن والخطط الاستباقية أعلنت خلية الإعلام الأمني إلقاء القبض على أربع عناصر إرهابية بعمليات متزامنة في محافظة صلاح الدين وذكرت الخلية في بيان أن وكالة الاستخبارات والتحقيقة الاتحادية تمكنت من القبض على المتهمين بمناطق متفرقة من المحافظة وهم ينتمون إلى عصابات داعش ومطلوبين وفق المدى أربع إرهاب وأضافت إن المعتقلين اعترفوا بارتكاب جرائم إرهابية عدة خلال السنوات السابقة حيث تم اتخاذ العجراءات القانونية أصوليا بحقها